الحمد لله حمداً نسعد به في السعداء من أوليائه ونصير به في نظم الشهداء بسيوف أعدائه إنه وليٌّ حميد نحمده ونستعينه طالبين لعصمته ونؤمن به إذعانًا لربوبيته ونتوكل عليه مفوِّضين إليه نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق المصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البري من كل عيب المؤمل للنجاة المرتجى للشفاعة المفوَّض إليه دين الله اللهم شرُّف بنيانه وعظُّم برهانه وأفلِج حجَّته وأرفع درجته وأضئ نوره وبيِّض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المحجَّلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على الصديقة البتول وبضعة الرسول الطهر الطاهرة الزهرة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحجَّة رب العالمين على الأمة من ولد أمير المؤمنين والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجَّة رب العالمين والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على علي بن الحسين إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين اللهم صل على محمد وأهل بيته لعمة الهادين العلماء الصادقين الأبرار المتقين دعائم دينك وأركان توحيدك وتراجمة وحيك وحججك على خلقك وخلفائك في أرضك الذين اخترتهم لنفسك واصطفيتهم على عبادك وارتضيتهم لدينك وخصصتهم بمعرفتك وجللتهم بكرامتك وغشيتهم برحمتك وربيتهم بنعمتك وغذيتهم بحكمتك وألبستهم نورك ورفعتهم في ملكوتك وحففتهم بملائكتك وشرفتهم بنبيك صلواتك عليه وآله عباد الله تزودوا فإن خير الزاد التقوى التقوى هي الميزان الذي يمكنك من التمييز بين الحق والباطل لأن بالتقوى يتسامى العقل عن كل حجب الظلام فيزيل جميع الحجب فيبصر الحقائق على ما هي بالتقوى يستضيء الإنسان بنور عقله وبنور العقل يميز الصحيحة من السقيم بعقلك لا بأقوال الآخرين تعرف الحق من الباطل والصحيحة من السقيم والسليم من المريض بالعقل تتمكن من إزالة كل لبس يُعشي بصيرتك عن الرؤية بالعقل تُبصر خلفيات الفتن ونتائج الفتن بالعقل تقتلع كل شبهات الفتن لأن الفتن هي أداة الطاغوت أداة الحكام الظلمة حتى يُشوِّشوا الرؤية على الناس يخلطون الأفكار فتلتبس الحقائق والأمور على ضعاف العقول أما أولو الألباب لا يمكن أن تلتبس عليهم الأمور ولا يمكن أن تكون هناك ظلمة تحجب عنهم النور لأن الفتن ما هي إلا نتاج أهواء أهواء الحكام الظلمة كما يقول أمير النوني سلام الله عليه إنما بدء وقوع الفتن أهواء تُتَّبع قتل ومقاتل طغيان حرب أهلية انتشار الفساد عدم الثقة في بعضنا البعض شكوك صراع وهو ما شابه كل أنواع الفتن في أي منطقة من المناطق ما هي أسبابها أكو رؤوس أعرف هذه الرؤوس واقطع الطريق عليها من خلال معرفة الحق ومعرفة الحق من خلال نور العقل إنما بدء وقوع الفتن أهواء تُتَّبع حاكم اتبع أهواء الطيعة أهل سعود اللي تُبع أهواء منطيعهم أهل خليفة اللي تُبع أهواء منطيعهم أهل الأسد اللي تُبع أهواء منطيعهم حكام العرب اللي تُبع أهواء منطيعهم أبداً هدولهم أصل الفتن الفتن كل المآسي كل المشاكل بسببهم نتاج أهوائهم إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يجعل الشريعة أحكام بدعة يشرعها بمقياس هو الحاكم علماء يشرعون أحكام ويفتون بمسائل وفتاوي ليست من الدين وإنما هي استجابة لهوى الطاغي مفت الديار سميه ما شئت فتوى تتقلب حسب شهوى الطاغي طاغي اليوم يجي يقول هذا حلال يقول حلال يجي طاغي ثاني يقول حرام يقول حرام نفس الطاغي يقول حرام يقول حرام هذا المفتي زين يفتي بالأحكام تبعا لهذا الحاكم وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله هذا الفتوى هذا الحكم مو من كتاب الله من هوى الطاغي ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله حكام آل سعود على دين الله حكمونا الخليفة يحكمون البحرين على دين الله آل الأسد يحكمون سوريا على دين الله آل صباح آل الانهيان وبقية الحكام في الأردن في المغرب في أي مكان من دول العالم العربي على دين الله يحكمون أما هني يقولوا نجيناكم بالسيف الأملح يعني مثل ما قال معاوية بالسيفة نجي تحكمت عليكم فلو أن الباطلة خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين آل سعود سوى لهم لعبة تحالف محمد بن عبد الوهاب مع محمد بن سعود الكبير تحالف الدين إلا مو على كتاب الله أحكام بدع مع سلطة الطاغي وشرعوا الدين وجعلوا هذه الدولة دولة توحيد ليل ونهار دولة توحيد والشيعة شرك وما شابه وما خلوا واحد يتنفس اللي أخرجوه من دين الله فلو أن الباطلة خلصة من مزاج الحق لم يخفى على المرتادين لو ما كان فتن وفتاوي هذه لعبة كالناس فهموا أن هذه الدولة دولة الطغيون من أجل الكراسي لا من أجل الدين عبد العزيز حارب ووحد الجزيرة من أجل توحيد الجزيرة من أجل سلطانه وهكذا بقيت الحكام والخليفة وغيرهم من مئتين سنة من الزبارة جوا عملاء وبقوا عملاء للبريطانيين فيما بعدوا الأمريكان ويلعبون بمجموعة باسم السلفية تباً لهذه السلفية التي تركع وتسجد للطاغي وتبيح الدم وتسفك الدم والإسلام منها براء فلو أن الباطلة خلصة من مزاج الحق لم يخفى على المرتادين ولو أن الحق خلصة من لبس الباطل لنقطعت عنه ألسن المعاندين ولكن يأخذ من هذا ضغث من الدين من الحق ضغث ومن هذا ضغث من الباطل فيمزجان تدخل الدين المزور بالسياسة فيأخذ نصف الدين لا إله الباقي إلا الطاغوت هذا اللي يصير هذا الضغث لا إله إلا الطاغوت ما طيعة الطاغوت الطاغوت هو الإله يجب عليك أن تطيعه وأن مخالفة الطاغي مخالفة الدين وللآم صار الطاغي أولاك الأمر هم الطغاء فهنالك حينما اختلطت الأمور يستولي الشيطان على أوليائه اللي مغيب عقله اللي اتبعه هو شهواته يصير ضحية الطاغي يصير عبد للطاغي وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى أما الذين سبقت لهم من الله الحسنى يعني اتبعوا نور العقل فكروا بعقولهم الحق يعرف بالعقل الدين يعرف بالحق بالعقل الحق يعرف بالعقل يعرف الحق تعرف أهله ويش نعرف الحق بالعقل نصب الخلق لطاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة والطاعة بالعقل والطاعة بالعلم والعلم بالتعلم والتعلم بالعقل يعتقد عقلك هو الذي يعرفك أن هذا علم من علوم الله وحي من وحي الله أو خرافة ولا علم إلا من عالم الرباني ومعرفة العالم بالعقل العالم الحقيقي إلا ما يكون ذيل للطاغ بالعقل تعرفه إذن مشكلة الأمة في وجود من يتسلط عليها مشكلة البشرية كلها لذلك الله سبحانه وتعالى يعبر عن هذه مشكلة وين إلا الدمر القدرات وسبب الفتن هو الطغيان يقول الله سبحانه وتعالى على لسان بلقيس قالت إن الملوكة لأن بلقيس أعملت عقلها وهي مشركة امرأة مشركة لكنها أعملت عقلها فوجدت الحقيقة ولذلك اهتدت وآمنت بنبي الله سليمان لأن ميزت حاكم ظالم طاغي من حاكم من الله بعمر الله قالت إن الملوكة إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون تأكيد من الله يعني الله سبحانه وتعالى يقول كلام بلقيس حق نظرية صحيحة ماذا يعني الملوك الملوك يعني الحكم الوراثي الحكم الوراثي يؤدي إلى الاستبداد بالتالي لا حكم ملكي إلا بأمر الله الحكم الملكي من دون أمر الله يعني استبداد يعني قتل القدرات يعني إذلال أعزة المجتمع هذا يعني حكم ملكي يعني النتيجة توارث لا شرعية للحكم الوراثي إلا بأمر الله كل حكم يتوارثه الحكام غير مشروع إلا إذا كان بأمر الله فقط أما دون هذا النتيجة إذلال كفاءات وقدرات المجتمع في البحرين هذا حكم آل خليفة الوراثي هذا الملوك وش النتيجة خيرت أهل البحرين في السجون وعذبوا أشنع تعذيب شيخ المحفوظ شيخ المهتدي شيخ المقداد والشيخ المقداد وهكذا بقية المشايخ والأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع والأستاذ عبد الهادي خواجة وهكذا بقية المجاهدين خيرت أهل البحرين وين موقعهم في حكم الطاغي في حكم الملوك في حكم الخليفة والأسعود وأشباهم سجن أعزة أهل هذا المجتمع يكون في السجن ولما تكون الكفاءات والقدرات التي تصلح الناس وتنهض بالناس مصيرها السجن أو القتل شنو يكون مصير المجتمع الذل والعبودية للطاغي احنا هنف عن دالس شنو قاعد ينصير اعتقال العلماء واعتقال المجاهدين النتيجة هذه الكفاءات التي تعبر عن رأيها عدها معرفة عدها تمييز تعترض على الباطل تنهى عن المنكر وين مصيرها السجن المطاردة الاعتقال القاتل هذا نتيجة ملك العضود لذلك الملك غير مشروع حكم آل سعود غير مشروع حكم آل خليفة غير مشروع وهكذا بقية حكام العرب الذين يتوارثون أو يستبدون بأي شرعية يتوارثون للحكم من يقول عد آل سعود كل واحد من مصر هو أكفأ والأقدر على إدارة الحكم من غيرهم يقول الأمير سلام الله عليه أولاكم بهذا الأمر أعلمكم بكتاب الله وأقدره وأقدركم عليه اللي عنده قدرة على معرفة الكتاب وتطبيق الكتاب على نفسه على واقع الخارجي شنو قال سعود لما يعرفون وما شاب يصور حكام والخليفة إلا دولة أذيال طول حياتهم أذيال وعملاء للبريطانيين وما شابه هذول يصور حكام علينا وبالتالي يتوارثون بأي شرعية وأنت لما تعترض أن ترتكب جريمة كبرى أعظم من أن تنت تتكلم على الزات الإلهية تتكلم على الزات الإلهية تجد لك مبرر عند الطغاة حينما تكون تخدم شريعتهم وما شابه أما تتكلم على كلمة حق تبر مجرم مصيرك السجن والإعدام وفتاوي تروى فتاوي أيضا أحكام تبتدع شهوة للطاغي تصدر عليكم ما شابه لذلك حقنا وحق أهل البحرين وحق الشعوب أن تختار حكامها إحنا الشيعة عندنا نظرية أولا العاصل الجعل للحكم من الله الله هو الذي يجعل الأنبياء البشر ما لاختيار في جعل الأنبياء لاختيار هذا يتفق عليه كل المسلمين بل كل الديانات الله يجعل الأنبياء ومن بعد الأنبياء الأوصياء الله يجعلهم بعد الأنبياء والأوصياء إحنا عندنا نظرية الشيعة من هو يكون الحاكم ضمن مواصفات معينة أنت تختاره مشروط بمواصفات فقط أما من كان من العلماء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه بهالصفات يحق لك أن تختاره حاكما غير هذا ما يجوز إلك ما يحق لك أن تختار يعني آل سعود لا يجوز لك أن تختارهم حكام عليك آل خليفة لا يجوز أن تختارهم حكام عليك وهكذا بقية الحكام هذا دين هذه نظريتنا من خلال الروايات فإحنا أعلى سلطة أنا باختياري أختارها وأنا باختياري أختار غيرها عدنا فقهاء متعددون أنا أريد أجعل السلطة العليا لهذا الفقيه الذي يتصب بهذه المواصفات أختاره لا أريد أجعل السلطة علي لفقيها آخر أنا أختاره أي الغرب؟ الغرب وصل إلينا؟ للغرب والغير عند هذه النظرية من الحرية نعم ضمن مواصفات لحفظ سلامة الحكم شنو؟ تختار واحد جاهل الجاهل يحكم العالم تختار واحد فاسق الفاسق يحكم العادل تختار واحد بالتالي غير تقي يحكم التقي ما يمكن لذلك أما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه من الله ينطلق وإلى الله يذهب ويسير فللعوامي أن يقلدوا إذن السلطة لمن؟ نحن نختار أعلى سلطة بالتالي يجيحط علينا حاكم منهم؟ آل سعود وآل خليفة وآل أسد وغيرهم لا شرعية لهم الحكم الوراثي ملغي في الشارع لذلك نحن نطالب بإلغاء حكم الوراثة لأنه يخالف الدين وإذا السلفية عدها مبرر تجيب مبررها تجيب مبرر أن الحكم محكور في آل سعود أو آل خليفة أو ما شابه فضلوا جيبوا بأي حق يقصون بقية الآخرين إحنا الفقهاء ما نقصي أي واحد بإمكانه يدرس علم ويصير فقيه وعدنا فقهاء كانوا أبناء فقراء وعدنا فقهاء ما كانوا أبناء علماء أبناء تجارة وما شابه وهناك أبناء العلماء الكبار ما صاروا فقهاء ما عدنا توارث لذلك حكم الوراثة هو المأساة توارث الحكم هو الذي يؤدي إلى الاستبداد آل سعود يتوارث واحد وراء واحد وإنت ما تقدر تتكلم الآن عدنا ملك عمره في قريب التسعين قدراته الذهنية ما تؤهله لأن يدير البلاد تقدر تحكيه بعده يجي والعهد مثلهم خلص في صحته ما تقدر تحكيه أي وراثة وإي حكم هذه نتاج الحكم الوراثي أن ملك فاقد للقدرة الذهنية يحكمه رغما عنك ومن يرثه واحد مثله في عجزة وقدراته الذهنية باي حق يحكمونه وإن هذا في الإسلام وإن هذا في الشريعة هذا معناه أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها واجعلوا أعزة أهلها ذله لأن لابد أن تخضع لهذا الضعيف غير القادر وإلا تكون ذليل منهم الخليفة هؤلاء منهم حمد مثل جدة حمد بن عيسى جدة إلا في أيام بلقريف كان يحكم ابن قريف كان يحكم حمد صورة واليوم حمد يحكم هو صورة جابه لك تيموني حكمه هؤلاء هؤلاء عملاء للغرب لذلك وين خيرت شبابنا وخيرت قادتنا وخيرت أهلنا في البحرين في السجن يهتك العرض أعراض في البحرين تهتك من خلال هذا النظام السافل الحقير لذلك لا حوار مع هذا النظام من أجل بقائه كل من يحاوره لإبقائه فهو خائن لشعبه ولا يجوز شرعا أن يدخل أي جهة في حوار مع هذا النظام لبقائه متبدي الرئيس الوزراء حمد والخليفة يسقطون من يحاورهم لبقائهم في ملكه ملك ممشروع بعد أن هتكوا أعراضنا وبعد أن اعتقلوا قياداتنا وبعد أن دمروا مخدساتنا تحاور إياهم حتى يبقوا ملوك يزدادون إذلالا لأعزتنا لا لن نقبل ولن نسمح بأن يبقوا هؤلاء على الحكم وسنبقى نردد دائما وأبدا شعارنا يسقط حمد 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 ويسقط كل حكم ورافي وكل حكم مستبد لن نقبل بأن يبقى حكم يتوارثونا دماؤنا والروحنا رخيصة من أجل أن يكون أبناؤنا عزاء جاهدوا تورثوا أبناءكم عزاء لن نسمح ببقاء حكم يتوارثونا من الآن وما بعد خلاص انتهى حكم الوراثة العضوب الذي يذلنا ويقصرنا انتهى ولا حاجز الخوف جدار الخوف انكسر وتهاوى لابد أن يعيشوا أبناءنا في عز وكرامة وحرية ولابد أن يكون الحب في متناول الجميع مبني على الكفاءة والقدرة إلى متى تحطم قدراتنا وإلى متى تنتهى كأعراضنا وإلى متى يقتل أبناؤنا هذا حكم الوراث أبناءنا في السجون إن شاء الله يفكروا نسكت كلما ازدادوا سجنا لأبنائنا ازددنا أصرارا على أسقاطهم سنزداد عزيمة وإرادة ليسقاطح كل حكم وراثي يستيعتقلوا أبنائنا لأن في قبال حكم الوراثي حكم العدل حكم الإمام المهدي سلام الله عليه وبالتالي لابد أن يكون هذا هو النموذج ليس حكم الملوك ليس حكم الوراثة النموذج حكم الإمام المهدي حكم العدل حكم اقتلاع الجور يقول الإمام الصادق عليه السلام إذا قام القائم حكم بالعدل وارتفع في أيامه الجور لم يكون عدل ما في ظلم ما يعتقل البريء ما يهتك العرض ما تضيق عليك في معيشتك ما تغلق عليك أبواب الرزق تعيش كريم ما تعيش ذليل وأمنت به السبل أمن وأمان كل الطرق للحياة والرزق وأخرجت الأرض بركاتها الاقتصاد ينمو أزمة اقتصادية من وين الفقر لأن يتوارثون العباد والبلاد أهل خليفة يتوارثون البلاد والعباد لذلك أي بركة في الأرض تطلع يحتكرون أنت ما تقدر تنطلق للاقتصاد والبناء الاقتصادي ورد كل حق إلى أهله حقوق ترد كل واحد لحقه ولم يبقى أهل دين حتى يظهر الإسلام ويعترفوا بالإيمان أما سمعت الله عز وجل يقول وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وحكم في الناس بحكم داود وحكم محمد صلى الله عليه وآله فحينئذ تظهر الأرض كنوزها وتبدي بركاتها لما يكون حكم عهد حتى عهد الإمام كل الكنوز تظهر كل البركات تظهر لكن اليوم لما يكون حكم عد بقدر هذه العدالة تكون هناك الكنوز والبركات فلا يجد الرجل منكم يومئذ موضعا لصدقته ما تحصل فقير تريد صدق عليه اليوم كل الناس فقراء من لا يملك بيتا فهو في عرف الشرع فقير من لا يملك دابة فهو في عرف الشرع فقير من لا يملك زوجة لا يستطيع أن يتزوج فهو في عرف الشرع فقير فقير ما يقدر الزواج فقير ما شاء الله شباب ما يقدر الزواج واللي يقدر الزواج ما يقدر ابن الابيت ما عنده قدرة ولا لبره فلا يجد الرجل منكم يومئذ موضعا لصدقته ولا لبره فعل الخير لشمول الغناء جميع المؤمنين إذن العدالة هي الطريق لغناء الناس لذلك نحن نسعى لإلغاء الحكم الوراثي في كل مكان لا شرعية لملكية آل سعود ولا آل خليفة ولا غيرهم لا حكمة ولا شرعية للوراثة في الحكم لابد أن ينتهي وتطوى هذه الصفحة نسأل الله أن يجعلنا ممن يجاهد العز أبنائه من أجل مرضات ربه إنه سميع الدعاء بسم الله الرحمن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لمن توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم واجعل التقوى زادهم والجنة مآبهم والإيمان والحكمة في قلوبهم وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه لاها الحق وخالق الخلق آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة